عشان نواجه اللي حاصل في العالم لأن هي أزمة اقتصادية تضرب العالم بالكامل وإحنا جزء من العالم وبالتالي تأثير علينا تأثير على المواطن ولسه بقول لحضراتكم في البداية على ارتفاع في الأسعار وأسعار هترتفع الفترة الجاية تاني وتالت حدش هيقدر يقول لك غير كده محدش يقول لك الأسعار هتنخفض والدنيا بس لا الأسعار هترتفع ونخلينا نبقى واضحين مع حضراتكم بعض السلع مش كل حاجة لكن على الأقل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها وقول لحضراتكم السلع بعد شوية بتفاصيلها بالكامل الدولة عملت ايه؟ النهاردة وزير المالية دكتور محمد معيد اتكلم على الدولة هتساعد الناس ازاي وكان توجيه رئاسي لما عرض الموازنة على الرئيس الرئيس كان ليه توجيهات محددة خاصة بالدعم خاصة بالأجور خاصة بالمعاشات خاصة بالصحة خاصة بالتعليم خاصة بكل احتياجات المصرين خاصة بالفئات الأكثر احتياجا والفئات الأكثر تضررا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الدولة النهاردة في ظل هذه الأزمة العالمية وانخفاض دخلنا من السياحة من حاجات كتيرة انخفاض وردتنا فيها يعني فيها انخفاض ايه اللي هيتم؟ الأرقام اللي قالها النهاردة وزير المالية في الموازنة الجديدة اللي تبدأ 1-7 22-23 اللي جاي زيادة ما قالش هنخفض زيادة ايه؟ زيادة مخصصات الدعم والحمية الاجتماعية حك دعم وحماية اجتماعية دول مين راحين لمين؟ راحين بتدعم مشروعات قومية؟ بتدعم المواطن دعم وحماية اجتماعية بكام؟ 376 مليار جنيه ده توجيه السيد الرئيس يبقى هنا وانا عندي ازمة عالمية ورغم عندي ازمة في مصر وعندي مشاكل كبيرة في مصر لا في مواطن محتاج لازم اوجه له دعم ودعم ايه؟ هائل يبقى زيادة مخصصات الدعم والحمية الاجتماعية 356 مليار جنيه الموظفين اجورهم نسيبهم على الوضع اللي هم عليه ولا اجورهم لازم تزيد عشان اقدر اواجه مش هقول مواجهة كاملة الى حد ما ما بقولش الاجور اللي زادت دي كافية لا مش كافية ولكن زي منقول عندنا اي حاجة بتساعد واي حاجة بتسند مش منقولها كده؟ طيب اي رقم يزيد على الاجر بتاعك على المرتب بتاعك هيساعدك هل هو يواجه الازمة الطاحنة اللي بنعيشها ويعيشها العالم؟ لا ولكن تساعدني شوية بقولك مش كافية صح بس نتيجة ان انت عندك الدخل بتاعك محدود للغاية ولا يقارن باي مكان اخر ولكن على الاقل رغم انه محدود دولة رئيس الدولة انا مع المواطن مع الموظف الاجور ترتفع الى ربعمية مليار جنيه هي كانت كام الاجور السنة اللي فاتت كانت كام بند الاجور تحديدا كان تلتمية سبعة وخمسين مليار جنيه في موازنة واحد وعشرين اتنين وعشرين السنة دي الاجور تزيد الى ربعمية مليار جنيه يبقى انت بترفع بند الاجور قدام حضرتك خلوا بالكم من الفين خمستاشر ستاشر زي ما الجدول اللي قدام حضرتك يوضح لك حجم الاجور زي دي تقديه من خمستاشر حتى تلاتة وعشرين كانت بدأت في الفين وخمستاشر ستاشر اللي هي الموازنة التانية عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت اول وحدة في واحد سبعة اربعتاشر خمستاشر التانية اللي كانت في واحد سبعة خمستاشر ستاشر كان الاجور في مصر ميتين وثلات management فاصل سبعة مليار جنيه النهار السنة اللي فاتت عشان نعرف كمان القفزة والزيادة في الاجور عشان تواجه الازمة اللي احنا فيها النهاردة كانت السنة اللي فاتت 21-22 357.1 مليار جنيه السنة دي موزنة 1-7 اللي جاي ان شاء الله وعليكم بقى الف خير هتوصل 400 مليار جنيه يبقى ده زيادة رغم بقول لحضرتك رغم الازمات رغم المشاكل رغم الازمة ورغم ايه ارتفاع اسعار كل حاجة انت بتجيبها النهاردة من برا